هنروح لخبرنا الثاني وزا ما حضراتكم عارفين كانت مصر بتستضيف رجال وسيدات على مستوى الكرة الطائرة كانت بتستضيف تصفيات المجموعة الخمسة المؤهلة لعب الأفريقية في بغانا في مارس القادم إن شاء الله طيب منتخب الرجال عمل ايه؟ منتخب الرجال طبعا استطاع أنه يتأهل وياخد صدرات المجموعة يفوز بالتصفيات ولعب كينيا وبروندي وفاز على المبرايتين منتخب بيضم فيه سبع لعبين وبيقوده كابتن أحمد سعيد مدير فني وخلي بالكم كابتن أحمد سعيد مدير فني مش هو المدير الفني يعني منتخب منتخب فلافيو أو مستر فلافيو الإيطالي ولكن اتحاد الكرة الطائرة رأى أنه محتاج يعد صف تاني كل الاتحادات الحقيقة بتعد صف تاني إلا اتحاد الكرة يعني ربنا يكرمهم ما فيه صف تاني خالص من المصريين ولكن اتحاد الكرة الطائرة ولا المسئولية لكابتن أحمد سعيد وداله المسئولية كاملة في اختار اللاعبين وانه هو ازاي يخود المباريات واستطاع انه هو يعني واستطاع انه هو طبعا يقود المنتخب للفوس طيب البطولة اللي جاية اهلنا لغانا شهر مارس اللي جاي بطولة الالعاب الافريقية اللي هشارك فيها على عديد او يمكن اغلب كل الفرع الراضية وكل الالعاب من السبع اللي مسره منادي الالي في المنتخب طبعا المهندس سياسر امر الرئيس الاتحاد على يمين خالص اللي ما شافوش يعني او لو رجعوا للسورة اللي وراء هتلاقوه اللي هو طبعا لابس نظر على يمين خالص ماندي سياسر امر من الشخصات الحقيقة المحترمة جد من السبع النادي الاهلي اللي بيدوم عبد الرحمن سعودي محمد عثمان عبد الرحمن الحسيني محمد عصران احمد عزب حمزة الصافي سيف عابد كل دول كانوا طبعا ولاد النادي الاهلي مع المنتخب الف مبروك وطبعا ان شاء الله التأهل تم ونتمنى التوفيق لمنتخبنا عشان يفوز ان شاء الله ببتوطة العاب الأفريقية ويجيبوا دهب بإذن الله فريدنا هتلعب معناه دي القناة السابت اللي جاي بعد استقناف الدوري هيكون فصالة هيئة قناة السويس اشتركوا في القناة